من جديد تعود سقطر للواجهة هذه المرة بعنوان محاولة تمرد أمني تقوده عناصر مدعومة من الإمارات الأمر الذي يثير التساؤل عما تريده أبو ظبي بهذه الخطوة وفي هذا التوقيت عبر أدواتها المحلية وفقا لمصادر محلية فإنما جميعا مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اقتحمت مركزي شرطة النجدة والشامل في حديبو عاصمة المحافظة ونهبت محتوياتهما المصادر قالت إن عملية الاقتحام قادها ضابط أمن سياسي سابق منحته الإمارات جنسيتها وإن ذلك تم بتسهيل وطواطئ من مدير أمن المحافظة المقال علي أحمد الرجدهي هذه التطورات جاءت بعد صدور قرار جمهوري قضى بتعيين فائز سالم سعد مديرا لشرطة محافظة الأرخابيل بدلا عن الرجدهي المعروف بولائه للإمارات ما حدث أربك المشهد الأمني في حديبو حدا دفع عشرات الأسر للنزوح تحسما لأي تطور خصوصا وأن مسلح الانتقالي قاموا بتوزيع عديد من قطع السلاح بعد نهبه من مخازن الشرطة محافظ محافظة أرخابيل سقطرة العائد مؤخرا من الرياضة حذر بكل ثقله لدعم خطوات مدير الأمن الجديد لإدارة المشهد والسيطرة على الوضع من خلال غرفة عمليات أمنية مرتبطة بمديريات الأرخابيل اللواء الأول مشاه كان عند مستوى الموقف وباشر بأغلاق منافذ حديبو ومن ثم التقدم لدعم السلطات الأمنية في تأمين المؤسسات الحكومية ومنع أي توسع لأعمال الفوضى مراقبون رأوا في عملية التمرد محاولة يائسة من أتباع الإمارات لتثبيت نفودهم معتبرين إقالة الرجدهي آخر مسمار في نعش المجلس الانتقالي في سقطرة ترجمة نانسي قنقر